الحصول على وصفة طبية أحس رام بألم ببلعومه ذهب رام إلى الصيدلية ليتحدث مع الصيدلاني عن حالته أعطى الصيدلاني رام بعض الأدوية للألم ونصحه بزيارة الطبيب الصيدلاني يظن أن رام معه اللوزتان ولكنه لا يستطيع أن يعطي رام الدواء لحالته من غير وصفة طبية اتصل رام بعيادة الطبيب ليأخذ موعدا لرؤية الطبيب وعندما ذهب لرؤية الطبيب أخبره الطبيب أنه يعاني من التهاب في اللوزتين وصفر الطبيب لرام بعض الأدوية لمعالجة التهاب اللوزتين وطلب منه الذهاب إلى الصيدلية لشراءها تذكر أن في بعض الأحيان قد يعطيك الطبيب بعض النصائح لتتبعها بدلا من أن يصف الدواء لك ذهب رام إلى الصيدلية لشراء الدواء الذي وصفه الطبيب له انتظر الرام عدة دقائق في الصيدلية لحين إكمال وصفة الطبيب من قبل الصيدلاني بعد عدة دقائق من انتظار رام في الصيدلية أعطى الصيدلاني رام الأدوية وأخبره كيفية استعمالها دفع رام ثمن الأدوية رام معه بطاقة الضمان الصحي مما جعله يحصل على التخفيض في ثمن الأدوية بعد أخذه الأدوية شعر رام بتحسن في حالته الصحية الوصفة الطبية إنها عبارة عن ورقة تعطى لك من قبل الطبيب حيث تحتوي على معلوماتك الشخصية مثل اسمك عنوانك ورقم التلفون واسم الدواء الذي وصف لك من قبل الطبيب وكذلك تحتوي على اسم الطبيب والعنوان ورقم تلفونه ليست الوصفات الطبية مجانا ولكن إذا كنت تحمل بطاقة الضمان الاجتماعي فسوف تحصل على التخفيض بثمن الأدوية لا تأخذ أدوية من غير وصف الطبيب حتى إذا كانت لأشخاص يعانون نفس حالتك الصحية تخلص من كل الوصفات الطبية القديمة لسلامتك ولسلامة الأشخاص الذين من حولك في بعض الأحيان قد تشتري نفس الدواء ولكنه يحمل اسما مختلفا تأكد إنك تحتفظ بالأدوية في أماكن أمينة بعيدة عن متناول أيدي الأطفال يمكنك أخذ المعلومات عن الدواء الموصوف لك وكيفية استعماله من الصيدلاني أو الطبيب نفسه أو من الممرضة التي تعمل في العيادات الشعبية إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار فيجب عليك الاتصال بأقرب العيادات الشعبية أو بعيادة طبيبك للطوارئ اتصل بالرقم 000 يمكنك طلب خدمة الترجمة إذا كنت بحاجة لها طبيب العائلة استيقظ رامش وهو يعاني من حمى ووجع في رأسه لم يذهب رامش إلى الطبيب منذ وصوله إلى أستراليا طلب رامش النصيحة من زميله ديباك ديباك يعيش في أستراليا منذ سنتين نصح ديباك رامش برؤية طبيب العائلة ونصحه أيضا بطلب مترجم عند أخذه موعد لرؤية الطبيب أخبر رامش زميله إنه يريد أن يرى طبيبا مختصا في المستشفى وليس شخصا قد يعرف القليل عن الطب والأدوية كما كان الحال في بلده أخبر ديباك رامش إنه في أستراليا جميع الأطباء ذو شهادات عالية ويسمون أطباء عامين وقد يمارسون المهنة في العيادات الخاصة أو في المستشفيات ومن الأفضل له أن يرى طبيبه الخاص أو طبيب العائلة في حالة شعوره بالمرض اتصل رامش بعيادة الطبيب لأخذ موعد وطلب مترجما عندما ذهب رامش إلى عيادة الطبيب وأبلغ الاستعلامات عن اسمه حيث طلب منه أن يذهب إلى غرفة الانتظار لحين استدعاءه من قبل الطبيب وبعد الانتظار لبعض الوقت استدعى رامش من قبل الطبيب مع المترجم إلى غرفة المعاينة والفحص سأل الطبيب رامش بعض الأسئلة وقام بقياز ضغط الدم وكذلك درجة الحرارة وأخذ نظرة لبلعومه أرسل الطبيب رامش لأخذ بعض الفحوصات حيث أرسله إلى الأماكن المخصصة لأخذ بعض الفحوصات وتحاليل للدم طلب الطبيب من رامش بأخذ موعد أطول في المدة القادمة إذا كان سوف يستعين بالمترجم حيث أن الطبيب سوف يسأله بعض الأسئلة لمعرفة تاريخه الصحي وكذلك النتائج للفحوصات التي سوف تأخذ له ذهب رامش إلى عيادة أخرى لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية وأخبروه في المختبر جميع النتائج والتحاليل سوف ترسل إلى طبيب العائلة إن القانون الإسترالي يحتم على طبيب العائلة والمترجم بعدم إباحة أي سر من أسرار المرضى إلا إذا أعطي ترخيص بذلك من قبل المريض نفسه في بعض الأحيان يطلب طبيب العائلة من المريض القيام ببعض التحاليل المختبرية الدم الذي يأخذ منك هو لغرث طبي ليس غير وفي بعض الأحيان يطلب منك طبيب العائلة بأخذ الأشعة يحق لك أن تختار أن يعاينك طبيبة وليس طبيبا ولكن يجب عليك أن تخبر الاستعلامات بذلك حين أخذك للموعد عند تغيير طبيبك الخاص قم بإبلاغه إلى أي طبيب سوف تذهب ليكون بمقدوره إرسال ملفك الصحي حيث يساعد طبيبك الجديد من أخذ فكرة عن تاريخك الصحي احتفظ دائما بمعلومات طبيبك الخاص إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار قم بالاتصال وأخذ المعلومات اللازمة من أقرب عيادة صحية أو من طبيبك الخاص وفي حالة التوارئ اتصل بالرقم 000 اطلب خدمة الترجمة إذا كنت بحاجة لها العيش الصحي العيش الصحي يعني الأكل الصحي دع وجباتك الغذائية تتضمن الفواكه والخضروات والماء مياه الحنفيات في استراليا نظيفة وصالحة للشرب ابتعد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر لأنها تساعد على زيادة الوزن مما يؤدي إلى تعرضك إلى الأمراض مثل السكري وضغط الدم أطفالك يحتاجون إلى غذاء صحي ليحيون حياة صحية لا تملأ قنينة طفلك بالعصائر والمشروبات الغازية لأن هذا قد يؤثر على أسنانهم وعلى زيادة وزنهم تنصح الأمهات في استراليا بالرضاعة الطبيعية حيث إنها مفيدة للطفل وللأم كذلك من الضروري أن تقوم ببعض التمارين الرياضية اليومية تأكد من أخذ فيتامين دي وذلك بجلوسك لبعض الوقت تحت أشعة الشمس حيث إنها مفيدة لتقوية عظام جسمك إنصح أطفالك بممارسة الرياضة معظم الأطفال في أستراليا يمارسون الرياضة من الضروري أن يحتوي غذاء طفلك على قطعة من الفواكه والخضراوات إنصحهم بشرب الكثير من الماء لا تقاسم حاجاتك الشخصية مع الآخرين مثل فرشات الأسنان والمناشف تأكد دائما من غسل يديك قبل وبعد الأكل وكذلك بعد استعمال مرافق الصحية إنصح أطفالك باتباع هذه العادات وتأكد من إنهم تعودوا عليها قم بتخطية أنفك وفمك عند السعال أو العطس لكي لا تنتقل عدوى مرضك للآخرين عدم وضع اليد أمام الأنف والفم عند العطس أو السعال عادة غير مقبولة في أستراليا من المهم القيام بفحوصات دورية للتأكد من سلامتك إذا كنت امرأة متزوجة فيجب عليك القيام بفحص عنق الرحم كل سنتين وإذا كنت امرأة قد تجاوزتي سن الأربعين فعليك الخضوع لفحص الصدر كل سنتين وإذا كنت رجلا قد تعدى سن الأربعين فيجب عليك الخضوع لفحص البروستات من قبل طبيبك الخاص كل سنتين إذا كنت تعاشر أكثر من شخص جنسيا فعليك استعمال الكوندوم والتي تجدها متوفرة في جميع الصيدليات والمحلات التجارية تكلم مع طبيبك الخاص أو ممرضة المركز الصحي إذا كان عندك أي سؤال بخصوص الأمراض الجنسية وكيفية انتقالها إذا كنت تعاني من مشكلة عدم فهم عائلتك أو إن هناك أي شخص من العائلة لا يستطيع فهم البعض الآخر فيجب عليك الاستعانة بالمراكز المتخصصة بذلك العائلة الصحية هي العائلة السعيدة إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار عن صحتك فيجب عليك الاتصال بالمراكز الصحية أو المراكز الشعبية أو بطبيبك الخاص وفي حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 للطلب المساعدة